الملاعب في الإمارات لها شكل مختلف رائعة في كل شيء قوة اللبس المدرجات النجيلة كل حاجة فيها حيث أبدا تفهم معاك جدا ده اللي يمكن إحنا واخدينه من الإمارات يعني فعلا الإمارات يعني بتبقى حريصة جدا وكل حاجة عندهم حلوة أنا بحب الإمارات جدا وهي يعني من البلاد الجميلة والدول الجميلة جدا جدا حقيقي وأكيد اللاعبين كمان جاهزين ومتحفزين للدفاع عن يعني الفنية بتاعتنادي الأهلي هو ده اللي احنا اتكلمنا عنه كمان من أول مباراة فإن شاء الله كمان نتكلم دلوقتي يعني النصحة الجديدة ومن المونديل طبعا الأندية وأول مباراة لنا يا رب إن شاء الله كل التوفيق لنا يا رب إن شاء الله ولأنه هو الأساس في كل شيء ملعب المباراة زميلنا أميري شان عمل تقرير كده فرجنا على الملعب وعمل عاملين شغل كويس جدا النهاردة خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن ملعب المباراة ونرجع نكمل مع حضراتكم تحياتي لكل مشاهدي ومتابعي كناة الأهلي في كل مكان احنا في هذه اللحظات متوجدين في ملعب النهيان ملعب الخاص بنادي الوحدة الإماراتي وهي ستضيف أول مباراة الأهلي غدا بإذن الله أمام فريق منتري المكسيكي في كاس العالم للأندية عايزة أتكلم معاكم شوية عن الملعب أولا طبعا الأرضية هنا ممتازة جدا ونحن عارفين ملعب كلها في دولة الإمارات الشقيقة ملعب على أعلى مستوى فبالتالي الأمور ستكون جيدة وأكيد ستساعد اللعبين بشكل أو بآخر في تأدية مباراة كبيرة مميزة بحجم مباريات كاس العالم وده أمر أكيد غاية في الأهمية عايز برضو أتكلم على مدرجات يمكن مدرجات قريبة من الملعب بشكل كبير والأستاذ تريبا بيتسعى لـ 15 ألف متفرج ومن خلال دور واحد يعني مش متعددة طبقات المدرجات مش متعددة الطبقات فبالتالي شايف أنه ده ممكن يكون بيدي دافع أكبر عشان الأستاذ هيكون ممتلئ عن آخره وفي الحقيقة لو حتى كان عدد مدرجات 30 و40 ألف أكيد جمهور النادي الأهلي والجنال المصرية كلهم كانوا هيكونوا متواجدين بيأذروا الفرقة من خلال الأستاذ وده أمر طبيعي لكن اعتقاضي الشخصي من خلال رؤيتنا الملعب وحضرتكم أكيد هتتفرجوا عليه وتشوفوه بشكل مفصل تواجد جمهور الأهلي بكسافة بكرة أكيد هيبقى دافع قوي جدا وإيجابي بالنسبة للعابة النادي الأهلي في نفس الوقت هيكون موقف سلبي بالنسبة للعابة المونتري وأكيد هيضعهم تحت ضغط كبير فده عامل أكيد لازم يستغلوا لعابة النادي الأهلي بشكل كبير جدا طبعا مقصورة خاصة بالصحفيين والإعلاميين موجودة وأيضا مقصورة خاصة بمسؤولي بعثة النادي الأهلي وأيضا فريق مونتري بخلاف الدكة الدكة اللي هتكون على شمال المقصورة هي دكة فريق النادي الأهلي بإذن الله إن شاء الله يكونوا موفقين في هذه المباراة خليني أقول لحضرتكم كمان الأجواء فيما يتعلق بالمناخ تحديدا مدركات الحرارة مساءا المباراة هتكون بالتوئيد 8.5 بتوئيد أبو ظبي 6.5 بتوئيد القاهرة ساعة 8.5 ببقى درجات الحرارة ممتازة ومناسبة جدا لمباراة قروية كبيرة جوا بيحبوا لعبة الكرة بتتروح ما بين 20 و24 درجة فده جوا مميز جدا بالنسبة لعبة النادي الأهلي وأكيد لأي لعب كرة قدر كل الأجواء جيدة إن شاء الله بإذن الله الأهلي يكون موفق وبإذن الله أحد الأهلي يعمل مباراة كبيرة ويقدر التأهل من خلال هذه المواجهة إلى نصف نهائي كأس العالم الأندية دي كانت كل أجواء الخاصة بملعب النهيان المصطدف لمباراة الغد بإذن الله أحد أحد ما بين الأهلي وممتاري وكل توفيق لنادي الأهلي الأكيد جمهوره حيكون أكبر دعم لي في هذه المباراة صحيح تقرير جميل ومشهد جميل ونيجيلة جميلة شكرا للمشاهدة